موسيقى لما بنبقى في التسعة بنبقى الإحساس بنبقى سعداء جدا لما يكون عندنا نجمة كبيرة وتاريخ عظيم تحس كده أنك يعني بتستعد أنك تقابل الفن الحقيقي بكل ما فيه يعني رموز قدمت للفن كتير قدمت موضوعات كتير ارتباطهم بالفن المصري كان ارتباط الحقيقة أساسه أنه يقدم رسالة فخليني أعرب أكتر النهاردة معايا فنانة ومخرجة وأستاذة ودكتورة ويعني قدمت كل الأدوار قدمت أدوار صعبة وأدوار لطيفة وأدوار اجتماعية لقاها مع عدد من النجوم هي كمان كان لها الفضل في اكتشاف عدد كبير من النجوم من أبرزهم مثلا أحمد عز والمخرجة كمان العظيمة كاملة أبو ذكري اشتغلت كمان مع شادية مع توفيق الدقن ده في نجوم أجيال عظيمة وكمان اشتغلت مع نجوم عظام مختلفين محمود عبد العزيز نور الشريف عاد الإمام أنا لو عادت أتكلم على كم من النجوم اللي اشتغلت معاهم فده تاريخ طويل لها إسهامات كبيرة جدا على خشبة المسرح وأيضا على كاميرا السينما والتلفزيون زي ما بتتبعوا المشاهد دي خليني أقول هي عبارة عن قموس فني حلوة مليان كده أعمال مختلفة وحلوة نقترب أكتر وسعيدة إن هي بتشرفنا في الستوديو لكن حبدأ من أول خبر ومن أكتر حاجة الحقيقة كلنا وقفنا عندها لماذا تعتزل الآن النجمة الكبيرة دكتورة سميرة محسن مساء الخير مساء النور منوراني شكرا شكرا يعني أنا مش عارفة بدأ منين يعني علشان أديكي حقك نعد متكلم كتير قوي عشان أديكي حقك في كل الأعمال قلتي بما فيه الكفاية أنا حبدأ بخبر الاعتزال يعني يعني أنا شايفة أن أنت لسه في مجال عطاء وأدوار وتقدري يعني ثقة للنضوج يبقى موجودة على الشاشة لماذا الاعتزال هي المسألة مرتبطة بحاجات كتير السيستم اللي احنا اتربين عليه في التمثيل وكده إن بيبقى معاكي 30 حلقة بتعملي عليها بروفات عارفة مين المسألين اللي معاكي فدلوقتي وكان التلفزيون احنا بدأنا في التلفزيون وكبرنا في التلفزيون طبعا احنا بدأنا إن احنا السكريبت معاكي بتجديب تعملي بروفات 30 يوم بروفات حوار وتمثيل وحركة حركة كمان يعني بيبقى المخرج كل ده على ترابيستة البروفات تعمله حركة ايوة في صالة كبيرة ترابين انت حضرتك أكيد عارفها بنعمل عليها الحركة بعدين ندخل للستوديو نشتغل للحلقات التلفزيون كان بيقفل الساعة 12 استوديوهات بتاعتنا ساعة 12 خلاص فدلوقتي انت بتغتير فآخر تصوير 12 كله يروح يروح مفيش حد على طول يطفي النور دلوقتي انت بتبداية ساعة 12 بالليل دلوقتي يعني دلوقتي الهردر تبداية ساعة 12 بالليل بيصهروا الغاتس ساعة 5 الصبح ايوة وبعدين بيجيهم 3 اربع حلقات بس يبتدوا يصوروا بيها وبعدين أثناء التصوير يجي لهم بقية الحلقات فما تعرفيش كممثلة تعمل دراسة للشخصية تاريخة ايه العيلة دي ايه بقى ما تفهميش يعني يعني المخرج المؤلف بيعودوا معاك إلا إلا استثناءات يعني عشان مظلمش كل يحكولك الحكاية احنا تربينا على البروغات ورق قدامي انا حزاكر الدور ورق الشخصية والمخرج بيشرح المسلسل ووجهة نظره والمؤلف قاعد وبعدين لقيت المسائل انا انا مقدرش مثلا اشتغل متواصل 18 ساعة مقدرش انا كبناء ادم مقدرش اذا كنت مش هقدر اكمل مش هقدر اجود كمان طبعا هبقى مرهقة واعصبيا بتاع معرفش فيها وبعدين بتبصي تلاقي حد حد يعني مش كله من الجودات جايلك متأخر ثلاث ساعات وبعدين هيجي يقعد يعمل مكياج ويعمل الشعر وبتاعه فمسائل وبعدين في حاجة احنا كلنا يعني جيلنا دا كان بيشتغلوا الاشياء كلها اجتماعية اجتماعية او وطنية او دينية يعني كله في صالح المجتمع انا اخدت من ثلاث سنين وانا ما كنتش اعلنت لاتذال انا بس اعلنت وانا باخد جايزة في مهرجة مش رم الشيخ الدول من ثلاث سنين اخدت موقف قلت مش هقدر اكمل كده خالص ويكفيني المعهد يكفي ان انا بعلم جيل كويس اي مش مش قادرة سمارت يعني مش قادرة ما قدرش ادخلوا معي الشجل مش مدروس وبعدين بتقفي قدام حد ما عندوش فكرة عن حرفية الممسم فانتي دلوقتي احبة تكوني في مقعد الأستاذ بس انك تتفرجي وتبقي مستمتع جدا وبعدين باعد انا بساعات بتفرج الواحد يعني باعد اقول يا ابني غلط كده يعني مثلا يا ابني ما تمثلش من كده يا ابني ما تجيش التمثير خالص لا ما تجيش التمثير خالص يا ابني وفيه ناس جداد تسقفين انا حاسة ان انتي دلوقتي معرفش صححيني حاسة دلوقتي حضرتك حرة اه طبعا حاسة بالحرية انا دلوقتي من حقي ايه اللي اقول بقى اعمل اللي انا عايزاه واتصرف لا لا انا بقولك انا بمارس اللي انا بحبه في التدريس اه انا ما قطعتش انا بمارس ده انتي مستمرية في التدريس يعني مع الطلبة مع الطلبة وبعدين انا عيني عليهم لما بيشتغلوا هما بيشتغلوا فيه منهم طلع نجوم دينا امثلة بقى اديك امثلة يعني اهول واحد خالد النبوي بعديه طارق لطفي ورياء ومحمد رياء خالد النبوي اول واحد ده اقول واحد عندي اه عند كده بس نبوي وطارق لطفي ومحمد رياء ضفعة واحدة ضفعة واحدة كلهم نجوم وفيه الهم شهين طبعا دي برض الناس اللي انا درستي لها واللي انا كتبت لهم حاجات مثلوها ايوه يعني مسلسلات يعني ايوه اللي انا اكتشفتوهم يعني عندك بعد كده يعني حنط شوية وارجع تاني عندك مجدي كامل عندك احمد السقه عندك رامس جلال عندك احمد حلمي اكتشفته من قسم ديكور عندك يحيا الفخو عندك ماجد كدواني عندك اسماء عظيمة كلها ايوه عندك عندك روجينا عندك رانيا فريض شوئي اخر واحد حسن رداد احمد عز عز ده عشان برا المعهد بخديل الاخر ايوه عندك فيه كتير جدا خلينا نقف هنا ونقول حتى وان كان اعتزال يعني دكتورة سميرة محسن او الفنانة سميرة محسن اعتزال عن الشاشة ولكن تظل الكلمة في قلبها ممكن تقدمها للطلبة وتساعدهم وتتابع ايضا وتفضل هي موجودة ايضا في الوسط الفني ولكن من باب الاستاذ هنكمل الحوار والحديث الشيق وكمان اسألها عن العوالم اللي عاشت فيها مع فنانين عظام بعد فاصل قصير عودوا اليه موسيقى الحوار الحقيقة ممتع مع الفنانة سميرة محسن حتى واحنا حضراتكم في الفاصل وهي بتتكلم مع جونة مع الفن وده دور الفنانة انا انا حسى بيكي حسى كمية الاعمال اللي عملتيها كمية المؤلفات اللي قدمتيها لكبار النجوم كمية النجوم اللي طلوا سواء من الورق بتاعك او كمان كانوا معاكي في اعمال طيب انا عايزة ارجع لكل الوجوه دي فيه كمان كان وجوه زي اللي ذكرتهم ولكن خارج بقى المعهد ازاي تم الالتقاء بيهم زي احمد عز مثلا احمد عز انا شفته في فيل اول حاجة اعمالها وشفته بالصدفة في سينما اوبرا شكله بيعبر ووشه بيعبر ووشه جميل بس ناقص خبرة فانما جيت اعمل سانا اقولها ناصب قلت لهم هاتولي ما كنتش عارف اسمه اللي عمل الفيلم ده جيبه وقلت كنت شفت خالد سليم بيغني اول مرة وبيطلع من بسين كده يغني فقلت لهم انا عايزة المطرب ده وعايزة كاملة بذكري كانت مساعد مخرج اول من الافلام اللطيفة جدا الحقيقة فده كان ده معناه ان انا مش ببص مسا خليجي المعهد لا عيني بتجيب عيني بتشوف المواهب هو ده اللي يطلع منه مع الطالب الكويس ببقى حاساه من اول يوم فجبت اعز وخلت سليم صوته عجبلي جدا وشاب صغير زي احمد هس طبعا طبعا فحسيتي فيلم للشباب حيبلطيف وشفت شوف اللي جاء كاملة بذكري كمساعد مخرج وسألت عليها المخرجين قالوا رائع فجبت الثلاثة جودات وانا جديدة في الانتاج طبعا فكانت دي البداية طب انا عايزة ارجع علشان انا حاسة بيكي عايزة ارجع للقمم اللي كنت معاها يعني انا مثلا يعني وجود محمود عبدالعزيز نور الشريف عاد الامام دول اهرامات في الفن ازاي بتشوفي كان يعني رحيل بالذات نور الشريف ومحمود عبدالعزيز واسماء كتيرة عملوا يعني عملوا الحقيقة خلل في مسألة النجوم والاهرامات الكبيرة اللي عندنا بصي نور الشريف اتخرج قبلي بدفعة واحمد زكي اتخرج بعدي بدفعة فكان فيه التصاق علمي طبعا فني انساني وكننا احنا التلاتة وغيرنا طبعا من الخديجين بنكدح لتعالوا نور الشريف يعني محدش فينا كان بيدور على الشوهرة إلا ما تجيلوا ليه؟ لأن كانت أسازتنا مخرجين مسرح فياخدونا نشتغل في المسرح فمخرجين السينما ومخرجين التلفزيون بيجو وتفرجوا على المسرح فبيكتشفونا من المصرح من خشبة المصرح في أول شغل مع لنور الشريف كان بيشتغل معنا في مصرحيته وبرتحين إخراج الأستاذ كمال ياسين خد الأستاذ نبيل الألف يعمل هاملت يتاخذ من هاملت للتلفزيون المسلسل اللي كان بيشتغل فإذا هنا خشبة المصرح كانت هي المصرح للتقديم اللي بينبت الفنانين طبعا المصرح كمان بيقدم بيشوف صوته حضوره طلطه اللغة الثقة الهيبة حاجات كتير الأستاذ حسين كمال جيت فرج على خيال الدل خدني في شيء من الخوف وأنا في تانية معهد شيء من الخوف ده من أهم الأعال أحمد زكي اتاخد وهو في البكريوس على مصرح القومي احنا كنا بنمتعن على مصرح القومي البكريوس أحمد زكي خديج معهد ونور وأنا أحمد زكي اتاخد من البكريوس أنا اتخدت من مصرح الحكيم نور الشريف اتخد من الأوبرا الزمن اتغير لأن دي كانت المنابر الحقيقية الطبعية دلوقتي الدنيا تغيرت لا أنا مش معطاردة لا أنا بديكي طبعا فرصة يعني ازاي احنا طلعنا مزبوط ازاي احنا ما كناش نعرف حاجة اه كنت هتوصلوا ازاي غير من المنابر دي كلها فن وعظمة وبعدين قصد زيتنا اللي ساعدونا يعني يخدونا المصرح نشتغل فالسينمائيين كانوا بيروحوا مصرح ومخرجين التلفزيون كان بتروح مصرح مين اكتر نجوم حسيتي انك معاهم لانه ايه حضرتك عملتي مع الحقيقة اسماء كتير قوي فلكن انا هنا هسألك السؤال لانك كمان كاتبة فبيعنيتي قوي الكلمة يعنيتي قوي المحدوى مين اكتر النجوم اللي استمتعتي بالعمل معاهم استمتعتي انتي كممثلة كمان بالعمل معاهم من غير ما كن بكتب يعني استاذ عبدالله غيس هنرجع للكتابة اه اه تمثيلا يعني استاذ عبدالله غيس مادم سبيحة ايوب طبعا احكلمك على البدايات يعني شد يا لسه كتب اه لسه اجيالك دول لسه تلفزيون ايو عندك مادم شدي انتي قلتي طبعا دي دليلها افضل كثيرة وشيء من الخوف ده نفسه الحقيقة تجربة فنية تدرس طول الوقت الكلمة التصوير الاداء بتاعكم الموسيقى كل حاجة مادم شدي علمتني حاجة الجديد لازم تحتويه ايه احتوتني في شيء من الخوف احتوتني جدا واهتمت بيه جدا وكان عندي محاضرة لأستاس جلال كان حازم قوي وكنت بعيت وانا بصور عشان ما عادوا اثنين ونصف فهي اصرت توديني واحنا بنصور قالت ودوها احنا نشتغل اي حاجة من غيرها ونجمة كبيرة عظيمة طبعا ايه باطلة الفيلم فاتأخرت فبيحاولوا بفركشه فجيت لأستاسي سين كمال بزع عايت له لا ما زعلاش دي كان بتلعب دي كانت بتدرس في حاجات مادم شدي عملتها مادم سبيحة في المسرح سندتني جامد وانا في تانية معت بعمل معها خيال الضل يعني احتويونا يعني مادم شدي احتويتني في السينما مادم سبيحة احتويتني في المسرح يعني اجيال لا تنسى طب انا هسألك حاجة يعني قبل ما الوقت يقولولي يعني كتاباتك كتيرة وقدمتي حاجات كتيرة الحق سواء للسينما او للتلفزيون بيعاد دايما تقديم كل ما هو قيم وجيد وممكن يعاد تقديمه بفكر الزمن الجديد ايه من اعمالك تشوفي انه ممكن تتقدم ويستفيد منها اجيال الجديدة ما اتعاملت وتصورت وزهت هل ممكن تتاخد تاني واتاخد منها تعمل ادبي لا انا كتب مسلسلين وحطاهم في الدوليب بحيث لما الامور تتصلح ممكن المسلسلين يروا النور اه لما الامور تتصلح ها محمد جلال عبدالقوي عامل سبع مسلسلات لا وده رجل مش قليل كمؤلف ايه فممكن او يبقوا موجودين اه طبعا لا استاذ محمد جلال عبدالقوي رجل كاتب عظيم وعنده دول طبعا طبعا اسماء كبيرة يعني كلها اسماء كبيرة طيب احنا على عتبة صهر رمضان ايه الاعمال اللي تحب تشوفيها او تباعتي ايه اللي هيبقى موجود فيه اعمال كتير جديدة انا مش عارفة ايه المواضية طبعا بس اتابع ايها الفخراني طبعا اتابع خالد النبوي طبعا الحشاشين كريمة عبدالعزيز طبعا يعني انا اول مرة اعرف ان حضرتك خلته اصلا هي بصي اختي متجوزة محمد عبدالعزيز ابو كريم ايه طب كريم نفسه انت بتشوفيه ازاي كريم ده نبغة طبعا نبغة عبقري ربنا مديله موهبة فثقف نفسه وعلم نفسه وهو غريجي معه السينما طبعا وبيطور نفسه حقيق وملوش مشاكل في الشغل يعني بنقادم مركز في فنه موضوع الحشاشين يعجبك كمؤلفة انه نطرح الموضوع ده الجماعات المتطرفة اه اه انا بتفرج كنت في التلفزيون خلص قريب مسلسل سوري عن فترة فاتت شديدني كان جدا لجاية ان انا كنت بجيله الساعة اربعة زي مثلا ما كان في محمد رسول الله هنا زمان طبعا زي ما كان في حاجات بتشدك كده وتبضلي اللي جاي زي ما قلتلك انا احب اشوف كريم احب اشوف خالد النبوي احب اشوف في حال فقراني طبعا بس انا مش متابعة مين تاني اه في اعمال حقيقة كتيرة مختلفة ومتنوية اعتقد ان انتي ممكن يعني تعجبك في بيت الرفاعي كمان امير قرارة انا ما شفتش الدعاية بتاعت دول انا كنت قاعدة يعني بتفرج على محطة فجده لكن انا برجع من محطة الساعة ستة عفانتي بتدرسي للطلبة كم يوم في الاسبوع سبت حد اثنين تلاتة اربعة عفانتي معظم الاسبوع الاستاذة اه الاستاذة وببقى ست بيت خميس جمعة سبت بتبقي سعيدة لما بيتزعلك فيلم او مسلسل بتتفرجي ولا ما بتتفرجي بتتفرجي بتشوفي نفسك ازاي دلوقتي لما الزمن بعد شوية اشوف نفسي ان انا كويس قوي ان انا عملت اللي عليا في كل الجهات يعني في التأليف في الانتاج في اخراج الان انا اخرجت من صراحيات برضو في انك بتطلعي نجوم جداد بتثقافي هايال فعندي حالة تشبع اكيد تشبع يعني الوقت للأسف بيجري بس انا اتمنى ان شاء الله الاعمال سواء اللي حضرتك كتبها انها ترى النور بإذن الله في تعاون جديد واتمنى اشوفك في دور ليه لا يكون مكتوب يكون مظبوط موعيد التصوير ونستمتع بوجودك اكيد ايه ان شاء الله لان انا لسه شايفة انا لسه شايفة حبك للتمثيل جوه عني ما قلتش انا بكرهه ابدا خلاص يبقى ننسى الاعتزال ده بقى لا 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 حبك للتمثيل موجود لا اقولك حاجة تعلمتها عندما تقول لا تكون لا النهاية لا ردة فيها لا ردة في النهاية ابدا خلاص لكن احنا مستمتعين بتقدمي اجيال وبنسعد ان انت موجودة معانا ايضا واجيال كتير هتخرج وحيفضلوا بإذن الله يتذكروا اسم الدكتورة او الفنانة او الاستاذة ساميرة محسن نورتينا وشرفتينا ومثلتي هنا في ستوديو عشرة اه كتير كم حاجة كتير قوي يعني اولا ثلاث مسلسلات محمد رسول الله اه اشتغلت مع الاستاذ نور الدفنداش جي ست مسلسلات واستاذ يحي العالم يجي خمس مسلسلات احمد صقر عملتها معا مسلسلين هنا طب عشان الوقت خلاص انا بحشكر الناس بجد يعني سعيدنا النهاردة في التاسعة لكن حسيب الكلمة الاخيرة للفنانة ساميرة محسن الفنانة جمهور اللي شافك سنين سلمي عليه وقولي لهم كل سنة وهم طائبين رمضان كريم يعني كل سنة والشعب المصري كله بخير والامة العربية كلها بخير وانا سعيدة ان انا بلتقي معاكم في منقشة جميلة مع الاستاذة يعني مش عايزة اقول يعني بيجمعنا موادة واحترام واتمنى ان احنا نلتقي في مقابلة اخرى لاسباب اخرى ممكن اوي في رمضان حضرتك حتابعي 3 ا4 مسلسلات قلتيلي وناخد منك كلمة نقد ايه رأيك؟ ماشي اتفقنا؟ ماشي يبقى حنتابع مع الفنانة سميرة محسن الاستاذة لان هي ايضا بتدرس وحنتابع معها اعمال رمضان باذن الله مشاهدينا الكرام انتهى وقت التاسعة غدا يتجدد مع التاسعة باذن الله اما انا القاكم الاسبوع المقبل باذن الله تصبح على الالف الخير نورتيني نورتيني وشرفتيني